حرب المنافسة قائمة ومستمرة بين تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعية المهددة بالاندثار وشرط البقاء في الصدارة هو رضا المستخدمين في أقل من عام أعلن تطبيق سناب شات عن إضافة عدة مزايا جديدة تتعلق غالبيتها بخصائص التصفح في محاولة لجذب مستخدمين جدد إلا أن هذه الخصائص صنفت سلبية ولم تلقى استحسان مستخدمي سناب شات الذين أرغموا التطبيق على العودة لخصائصه القديمة الشبح الأصفر عاد ليفاجئ جمهوره هذه المرة باحتمالية تخليه عن ميزته الأبرز إذ سيترك منشورات مستخدميه من صور وفيديوهات متاحة للعرض دون تقيد زمني وذلك بدلا من اختفائها المرتبط بساعات اليوم الواحد بالإضافة إلى دراسة خيار الكشف عن هويات مستخدمي سناب شات الذين ينشرون منشورات عامة ويتساءل تقنيون إن كانت هذه التعديلات ستنقذ الشركة من خسائرها البتتالية أم ستعصف بها إلى سلة المهملات الرقمية أحلام العقوب العربية